السؤال بعد كده بيقول غالبا ما أسرح بخيالي وتفكيري أثناء الصلاة وللتغلب على هذه المشكلة أقرأ القرآن جهرا حتى في الصلاة السرية على أنا مخطئة في ذلك أنت مفروض تسأليني سؤاليني هل صلاتي باطلة في ذلك؟ أقول لك لا لأن الجهر والسر دولة إيه؟ من هيئات الصلاة لكن بتسأليني مخطئة أنا شايف أن ده مخطئة فيه ليه؟ لأن دوت قد يكون بيدعم الوسواس اللي عندك أنا فكرة أن أنت بتسراحي بخيالك وتفكيرك أنا مش شايف أنه هو دوت أنا شايف أن فيه حاجة لو أنا فاهم صح يعني أنا شايف أن ده مش سراحان بخيالك وتفكيرك قد ما هو ده نوع من أنواع لو صح التعبير الوسواس أنت حس أن الكلام الكتير ده هيفسد عليك صلاتك فأنت بديها في طريق الوسواس فبتحاول تقوم الوسواس دوت بأنك أنت تعلي صوتك فتستعيني بصوتك عن أنك أنت تشغلي نفسك عن التفكير اللي في دماغك وعن الصوت اللي جواه دماغك الصحيح أن أنت تعملي حاجة تانية خالص أن أنت لو بتسراحي أن أنت تقرأي الآيات وبينها فواصل فتقولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هكذا ده يساعدك على التركيز أن أنت تقرأي بتؤدى وبهدوء ولما تقرأي بتؤدى وهدوء إيه اللي يحصل هيبقى عندك حالة من حالات ماذا حالة من حالات الهدوء اللي بيه ممكن تقدر توصلي أن أنت تكوني في صلاتك من أهل اللي استحضار ومن أهل الحضور يبقى أنت تقرأي بتؤدى الأمر التاني تخلي جل جزء من أجزاء صلاتك في حاجة بتربطك بيها يعني لما تيجي في الركوع ارجعي إلى فكرة أن الرجوع ده من أعلى درجات التزلل لله سبحانه وتعالى ولما تروح للسجود افتكري أن ده من أقرب المنازم من الله سبحانه وتعالى في كتري من الدعاء في السجود كل ما تربطي صلاتك بحاجات زي كده هتلاقي التفكير ده وتذهب وهتلاقي الوسواس شيئاً فشيئاً خف وابتدت تقبيلي على الله سبحانه وتعالى وده شيء مهم جداً 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 ترجمة نانسي قنقر